كرام والتحية من بلدكم التركية من إسطنبول إذا أخطأ في لغة أرجو المصامحة الإخوة الكرام لا أدري أي قضية سيجمعنا سيوحدنا أرى حتى في هذا الجريمة نحن نهجم على بعضنا البعض أن القدس ليس لها توجه واحد يعني القدس تجمع الإنسانية كلها بعيدة من الأديان لا بد أن نقف مع القدس بكل إمكانياتنا بكل تضحياتنا بكل المعنابياتنا لا بد أن الكل واحد يقف على هذا الموقف لذلك الإخوة عندما يهاجم على البعض العدو يفرح لهذا ويتفرج علينا أرجو منكم توحدوا الصفوف ونبذل الجهود ونبذل الإمكانيات الطيبة نحو هذه القضية القضية ممكن بلد معين يخطأ بلد معين في عندهم مشاكل البلد معين يأخذها لمصالح الاقتصادية ومصالح السياسية ولكن نحن كالشعب أو كالسياسيين أو كالصحوفيين ليس لنا أطراف بهذه الأشياء كما استشهاد هذه المراسلة ليس لها أي علاقات ممكن بأي اتجاهات التي نتجي إليها ولكن كان هدفها أن يكون الصوت للقدس والدفاع عن القدس ونقل الأخبار الحي من هذا الميدان النقاص عندما يدرب يدرب بالهدف وليس بالخطأ ولا بأي شيء أخرى ونحن نعرف الإرهاب الإسرائيلي منذ ما أسست هذه الدولة السياسيونية الإرهابية القاتلة في المنطقة ولا نجد الحل ولا الأمن ولا الاستقرار إلا خلع هذه الدولة من هذا المكان هي جرثومة هي السرطان في أجسامنا في أبداننا لا بد من توحيد الجهود وبذل الجهود في هذه القضية قضية الفلسطينية تجمع كل الأطراف اتجاهات مختلفة كما يجمعنا في التركيا سواء اليساري أو شيوعي أو إسلامي هي تجمعنا جميعا نحو تحرير الفلسطين ودفاع الفلسطين عن القدس خاصة لذلك أخي قدس إذا ما حررت والله لا يوجد كرامة لأي بلد إسلامي ولا يرجع الأمننا ولا يرجع اقتصادنا إلا إذا حررنا للقدس لذلك أرجو من الإخوة الكرام التعاطف والتكاتف والتواحد الصف نحو هذا الموضوع إيثار حياتها وبذل جهدها وحياتها وننشرها وننشر باللغات مختلفة لو هذا الحدث حدث في أي دولة الأوروبية أو دولة شيعية ما كانت تسكت العالم بهذا الشكل وليس أول مرة تقتل يعني المرأة السحافية قتل الأطفال وقتل النساء وقتل الشياب والناس الكبار السين يعني إلى أي حد الإرهاب السهيوني الإسرائيلي تتوقف ما تتوقف